أوامر دولية لإنهاء النزاع الصحراء المغربية وقوافل عسكرية مغربية تتجه نحو السعيدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منه وتكونوا بخير وعلى خير وجمعة مباركة للجميع ما تنسوش الإخوان قبل ما ندخلوا صور بالموضوع أنكم تدعمونا باللايك بالبارتاج كذلك بالاشتراك وما تنسوش كتابة التعليق يعني غير وريضة أو قليب أو الرأي المغربية أي حاجة كتشوفها إيجابية فممكن أنها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع فبعد الحادثة دي السعيدية واللي مشى الضحية ديالها الجوجة الشبة المغاربة على يد النظام الإرهاوي النظام المجرم الجزائري واللي ما عندوش الرحمة الكولكي عرف باللي المملكة المغربية الشريفة عندها واحد الجار أحمق جار متهور ولهذا المغرب اليوم كيستعد للأسوأ هذا النظام كيلعب آخر الأوراق دياله فواحد من السكنة ديال السعيدية غديفيق في الصباح على صوت ديال قوافل عسكرية ربعية الدفع ومجموعة ديال معدات وتجهيزات نحو الحدود المغربية مع الجزائر يعني السعيدية وهذا الشيء كيجي تزامنا مع تصعيد ديال نظام العسكري الجزائري أخبركم على واحد المقطع ديال الشاب مغربي واللي بارتجا معنا هاد الفيديو ونتلقوا من بعد هذا يكون تخرج من الدار ونتفاجأ خروج عدد كبير من الجنود المغربة متجهين لحدود المغربية الجزائرية وهذه البلاسة بالضبط هذه خرجنا للسعيدية بالضبط وإن شاء الله نتمنى السلامة جنودنا المغربة وجيشنا الغالي ونتمنى اللي هنا للشعب المغربي وعاشت المملكة المغربية وعاش الملك محمد السادس نصره الله والله الوطن الملك أما الآن سنمر لأوامير دولية لإنهاء النزاع الصحراء المغربية فتحركت أمريكيا واللي جاء من خلالها مكالمة هاتفية أرعبات شنقرحة العالم كامل الإخوان العالم بأسره يساند المملكة المغربية الشريفة الجزائر يمرح في عزلة بقاس غير بحدها هي ومرتزقة البوليزاريو اليوم رحى في ورطة كبيرة جدا اليوم كتقلب كيفاش هي تنهي هذا النزاع المفتعل والمنتظم الدولي وقف وقفة وحدة كاملين وقفة رجل واحد مع المملكة المغربية الشريفة فتحركات أمريكيا حفيفة في قضية الصحراء رئيس سيا يتصل بشنقرحة وواشنطن تدعو الجزائر لقبول الحكم الداتي فقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقرحة تلقى الأربعاء اتصال هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حيث أعرب كلاهما عن ارتياحه لمستوى التنسيق الأمني بين الجانبين يأتي هذا تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها نائب مساعد وزير الخارجة الأمريكية جوشو هاريس إلى المنطقة حيث زار مخيمة تندوف والتقى زعيم البوليزاريو كما التقى بوزير خارجة الجزائر والتقى يوم أمس الخميس وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطا فالباحث في العلم السياسية ناجيب الأضادي يرى أن هناك تعليمات صارمة من الولايات المتحدة الأمريكية ليش نقريحت حديدا بخصوص قلوس أو جلوس الجزائر مع المغرب على طاولة المفاوضة بخصوص قبول مقترح الحكم الداتي وذكر في تغريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت الجزائر والبوليزاريو عن طريق جوشو هاريس مساعد وزير الخارج الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا بأن الملف يجب أن ينتهي فورا باعتماد منهج واقع ميداني وأشار إلى أن المكالمة التي جارت بين مدير وكلة مخابرة المركزي الأمريكي السياع وويليام بيرنس وشنقريحة والتي جاءت مباشرة بعد انتهاء زيارة هاريس التي تمح ورز بالدرجة الأولى حول النزاع الإقليمي في الصحراء المغربية وذكر أن المكالمة كانت فيها رسائل واضحة وكانت ستكون سرية لو لا بيان وزارة الدفاع الجزائرية الذي حاول إعطائها مضمون آخر لكن مصادر موتوقة كشفت عن مضمون هذه المكالمة التي كان فيها كثيرا من الضغط كما شفنا إخواني أخواتي أن الزيارة ديال نائب وزير خارجية أمريكا إلى تيندوف جاءت تزامنا مع زيارة ديمستورا والتي كانت ستكون سرية لو لا البلاغ أو البيان ديال وزارة الخارجية الجزائرية فنائب وزير خارجية أمريكا هضر مع الجزائر هضر معها وجه لها تحذيرات يعني تحذيرات الأمريكية وقال لها ره ما بغيناش الحرب في المنطقة بغينا السلام في المنطقة مشال تيندوف خليهم المطالب ديالكم بالانفصال ره غير واقعية وقال لهم ره ما كينشيحل خارج سيادات المغرب على ترابي أو سيادات المغرب على أراضيه فهنا إخواني أخواتي كي بللينا بللي ره ما شيغر أمريكا أمريكا فقط ولكن ره المنتظم الدولي ككل يريد إنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية والاتصال ديال مديرسية كي يأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت مع الجزائر إلى النهاية وحتى القوات المسلحة المغربية فرها كتنتظر الإشارة يعني القوات المسلحة المغربية فهي ماشي بلطجية ماشي هامجية هي أبغة الشرعية وكانت تحضير ديال السيد عمر هلال أمام المنتظم الدولي داخل مجلس الأمن وكان أعطهم واحدة الرسالة واضحة من بعد وفي غضون أشهر الحلفاء ديال المملكة المغربية الشريفة مدوه بأسلحة متطورة المغرب ما يقول شنو عندو المغرب ما يعلنش على شنو دخل عندو من نوع الأسلحة أو شنو عندو في نوع الأسلحة ولكن المغرب كما كان عارفوه عزيز عليها الدق و السكات يعني ما كتعجبوش هديك البهرجة الإعلامية كيلتزم الصمت لكن الأسلحة واللي كتدخل راه الصحف الأجنبية هي اللي كتجيب خبارها هي اللي كتكشف عليها كذلك اليوم خرج بلغ صفر الأمريكية في الريباط من بعد اللقاء ديال المبعود الأمريكي السيد ناصر بوريطا وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة واللي جامل جزائر إلى المغرب فمباشرة بعد هاد اللقاء خرجت واشنطن باش تأكد الدعم ديالها للحكم الداتي تحت السيادة المغربية واللي كتعطى عبره هو الحل الجد والواقعي هنا كل شي واضح الزيارة ديال المبعود ستيفان ديمستورا الزيارة ديال نائب وزير خارجية أمريكا يخرج واحد البيان واللي غدي تجدد فيها أمريكا دعم المقترح ديال الحكم الداتي تحت السيادة المغربية تأكد مساعد وزير خارجية أمريكا والمكلف بشمل إفريقيا عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمخطط ديال الحكم الداتي في الصحراء المغربية باعتباره الحل الجد وده مصدقية والواقعي فاليوم أخوتي الكابرانات النظام الإسكري الجزائري كيعيشوا أتعس أيامهم كيعيشوا أيام كحلا وهذا الشي اللي داروا في الحدود ديال المغرب يعني في السعيدية هاد الأحدث أو هاد الجارمة اللي داروا في حق الشباب المغربة اللي معندهم مش دنب في أي حاجة سوى أنهم جايين في عطلة يدوزوا العطلة ديالهم مجرد رقصة ديك المدبوح هم يعلمون جيدا أن المغرب إلى أبداء مغادشي سالي وهذا الشي اللي كيديروا هاد الاستفزازات مجرد رقصة ديك المدبوح فإخواني أخوتي نكتفي بهاد القدر تحياتي لكم كبيرة شكرا الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته